بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين أهلا بكم حلقة جديدة من حصاد النهار دايما متعودين معكم بإذن الله تعالى كل يوم جمعة وسبت من 11 لوحدة بتوقيت القهرة النهاردة هنتكلم على المباراة الهامة لمنتخبنا الوطني في تصفيات الأفريقية بأن تلت دورات بعيدة عن كاس الأمم الأفريقية اللي فوزنا بيها 2006 و2008 و2010 مع الكابتن والمعلم حسن شحاتة نتمنى إن شاء الله منتخبنا الوطني بكرة أمام تنزانيا تبقى التحية يعني مهمة جدا ليه وإن شاء الله يحقق فيه العلامة الكاملة إن شاء الله تبقى خطوة مهمة جدا نحو الأمم الأفريقية القادمة هكتور كوبر يعني خلاص القايمة بتاعته أعتقد أنه من شوية كان كريم حسن شحاتة الكابتن عنا بيهوب بيكلمه في التشكيل وفي خطة اللعب يعني هناخد الأمور دي كلها مع نجمينا نهاردة وضيفنا في فقرة الضيف كابتن عمر أنور عمر أنور من الوجوه المشرفة اللي شرفونا في الدوري السعودي وعلى تحاد جدة وعلى كده مع الأوروبة عمل أداء ولا أروع إن شاء الله هو راجع مصر تاني وإن شاء الله نتكلم معه خطوته اللي جاي فيه نيريت يا جماعة تحاد الكورة والأندية المهمة جدا اللي بدور على المدربين يشوفوا نجم بحجم وقيمة كابتن عمر أنور وأداءه الرائع مع تحاد جدة تحاد جدة من الأندية للسعودية الكبيرة والأندية اللي في القرى الأساوية وقبل كده فاس بطرات أسيا وكاس أسيا ورحى كاس العالم الأندية وأداء ده مميز جدا قدام النادي الأهلي في أول ظهور لتنين في كاس العالم الأندية هيكلم معنا ووجود المدرب المصري في الملعب السعودية هبدأ المنتخب الوطني يختتم استعداداته اليوم لمواجهة تنزانيا زي ما قلنا في تصفات أمم أفريقيا 2017 هيبقى الموراء على ملعب برج العرب إن شاء الله يعني دي المجموعة السابعة بتضم نيجيريا وتشاد وتنزانيا هقول تاني نيجيريا وتشاد وتنزانيا الأمور يا جماعة مش سهلة يعني مش هزين نقول تنزانيا فريق صغير ولا تشاد ولا نيجيريا فريق كبيلة عايزين نشوف كل الفرقة زي بعض دايما بندل الفرقة حجمها وندل الفرقة دايما نقدر كل فرقة قدرها تقدر تلعب معها بشكل مميز جدا طبيب المنتخب بيسمح بعشاء مفتوح قبل مواجهة تنزانيا غدا الدكتور أسامة الشاعر طبيب المنتخب إنه تم السماح للعبين متناول عشاء مفتوح قبل مواجهة تنزانيا غدا أحد بملعب برج العرب في التصفيات الموهلة لكاس الأمم 2017 مروح اللي عابين تناولوا طبعا الحاجات اللي هي المشويات والحاجات الخفيفة اللي مفهاش طيب معنا الدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب بيطمنا على أحوال المنتخب من الوطني الدكتور علاء أهلا بيك الدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب بيطمنا على أحوال المنتخب